من أجل تخفيف العب على توليد الكهرباء الوطنية تستمر المحاولات الفردية من قبل أناس في دوهورك بابتكار طرق لطاقة البديلة والاعتماد على الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية خاصة إن الأجواء في دوهورك عاملاً مساعداً في هذا المجال في الآونة الأخيرة أصبح هناك إغبال كبير على استخدام الطاقة الشمسية في كردستان لأن اللوحات المستخدمة في توليد الكهرباء تنطص أشعة الشمس وهذا يعني أن الطاقة المكتسبة مجانية فقط سيكلف البطارية والمواد المستخدمة الطاقة الشمسية هي الأفضل فهي مجانية ومستمرة ونظيفة والاعتماد عليها غير مطلف بالاعتبار أن التكلفة تكون لمرة واحدة تكمل أهمية الطاقة الشمسية بفائدتين بالنسبة للبيئة وكذلك بالنسبة للاختصاد فبالنسبة للبيئة هي تعتبر من الطاقات النظيفة والتي لا تحتوي على أي ملوثات تؤثر على البيئة في حين أن الطاقات الأخرى وخاصة الطاقة المستخدمة المنتجة من خلال استخدام الوقود الحفوري كالنفط والفحم الحجري تعتبر من الطاقات الملوثة للبيئة وبالأخص تلوث الهواء في دهور أكثر من ألف مولد كهربائي يتسبب بتلوث مزمن في الهواء والضوضة لذا تسعى الحكومة المحلية فضلا عن المحاولات الفردية إلى تطوير الطاقة الشمسية بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء توفر ما يفوق أربعين مجر واطن من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030 لقناة زاج روز الفضائية بوارداخاز دهور